بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم طلاب الأعزاء في مادتنا المهارات الرقمية للصفوف العليا المرحلة الإبتدائية ماذا تعلمنا في الدرس السابق؟ تعلمنا في الدرس السابق كيف نقوم بإنشاء مشروع جديد وأيضا استطعنا أن نقوم ببرمجة الروبوت بمجموعة أكبر من الحركات الأساسية وأيضا رأينا كيف نستطيع التحكم باتجاه حركة الروبوت وهي الإنعطافات طيب فكر معي عزيز الطالب هل تستخدم السيارة جميع عجلاتها للإنعطاف أم بعضها؟ هل تستخدم جميع العجلات عندما تريد أن تنعطف وتتحرك باتجاه اليمين أو اليسار؟ أم بعض العجلات هي التي تتحكم بحركة السيارة؟ أحسنتم نعم تتحرك جميع عجلات السيارة هي التي تتحرك ولكن بسرعات متفاوتة لتتحكم باتجاه المحرك أو السيارة المركبة عفوا أو سيارة إذن درسنا اليوم بإذن الله سيكون مقدمة إلى علم الروبوت إنعطاف الروبوت 2 سندرس في هذا الدرس بإذن الله كيف نستخدم لبنة الدوران بزاوية محددة أيضا سنتعلم كيف نتحكم بمقدار الإنعطاف ثم نقوم بمراجعة كيف نستطيع حفظ وتحميل المشروع ماذا سنحتاج في هذا الدرس أو في هذه الوحدة؟ استخدمنا مثل ما رأينا في الدروس الماضية Open وهو موقع أو رابط على متصفح الويب وهو Open Roberta Lab من خلال هذا البرنامج أو من خلال هذا الرابط نستطيع الدخول إلى برنامج ونقوم ببرمجة الروبوت طبعا ما هو الروبوت؟ رأينا أن الروبوت هو عبارة عن آلة صنعها الإنسان لتؤدي العديد من المهام بشكل مستقل وذلك من خلال تنفيذ الأوامر التي تم برمجتها بها طبعا تختلف أشكال الروبوتات تبدو عادة كالمركبات أو الآلات أو حتى على شكل البشر طبعا يمتلك هذا الروبوت عجلات ومحركات تمكنه من التحرك كالمركبة ويحتوي بشكل أساسي على مكونين رئيسيين وهما الوحدة الرئيسية والتي تسمى وحدة التحكم وهي الـ EV3 Robot Brick وأيضا تحتوي على بيئة برمجة الروبوت والتي يتم تثبيتها على جهاز الحاسب كيف يتم برمجة الروبوت؟ رأينا أن الـ Open Roberta Lab تسمح ببرمجة ومحاكاة الروبوت بطريقة مرئية من خلال متصفح الويب مما يعني أنه لا نحتاج أن نقوم بتثبيت البرنامج على جهاز الحاسب أو حتى امتلاك ريبوت حقيقي فنكتفي بوجود المتصفح ونقوم برؤية برمجة الروبوت ونرى المحاكاة كيف ستقوم بتحريك أو ببرمجة أو تنفيذ الأوامر على الروبوت كيف يمكننا التحكم باتجاه الروبوت؟ رأينا أن لدينا نستخدم عادة لبنة القيادة وهي Drive Distance Centimeter ثم نستخدم لبنة ستير وهي لبنة مسافة التوجيه بسنتيمتر وهي لبنة ستير Distance Centimeter رأينا الفرق بينهما في الأولى في لبنة الدرايف يتحرك الروبوت للأمام أو الخلف بشكل مستقيم بينما في لبنة ستير Distance Centimeter تجعل الروبوت ينعطف لليمين أو اليسار في لبنة القيادة أو في لبنة Drive Distance تتحكم في محركي الروبوت الرئيسيين مع بعضهما في حركة واحدة بينما في لبنة الستير تتحكم في محركي الروبوت الرئيسيين بشكل مستقل فرأينا أنه إذا أردنا أن ننعطف بالروبوت إلى جهة اليمين فإننا نقوم بزيادة سرعة المحرك الأيسر وبالعكس إذا أردنا للعطاف لليسار فإننا سنزيد من سرعة المحرك الأيمن نصيحة ذكية نظرا لعمل المحرك الأيمن والمحرك الأيسر بشكل مستقل يمكنك برمجتهما للتحرك بسرعات مختلفة حتى ينعطف الروبوت حسب الاتجاه الذي تريده طيب سؤال هل كيف نستطيع أن نرسم هذا الشكل بالروبوت طيب سؤال آخر كم مقدار هذه الزاوية أحسنتم الزاوية 45 درجة فإذا بناء على مدرسنا سنقوم ببرمجة الروبوت حتى يرسم لنا هذا الشكل طبعا لبنة الخاصة بدوران الروبوت بزاوية محددة تكون موجودة من فئة الحدث الأكشن وهي لبنة الترن لبنة الترن نستطيع أن نحدد السرعة ونستطيع أن نحدد الزاوية التي نريد أن يتحرك من خلالها الروبوت فنستطيع أن نقوم بتركيب اللبنات البرمجية بهذه الطريقة سنستخدم لبنة القيادة حتى يتحرك الروبوت إلى الأمام بسرعة ومسافة معينة نفترض أنها بسرعة 50 بمسافة 30 ثم نقوم بدوران بزاوية محددة وهي زاوية 45 وبسرعة مثلا 50 ثم نقوم حتى نجعل الروبوت يلف للخلف نقوم باستخدام لبنة الدرايب أو القيادة ولكن نغير من فورورد وهو التقدم إلى الأمام إلى باكورد حتى يتقدم إلى الخلف بسرعة بنفس السرعة أو غيرها معين أن نستخدم نفس السرعة أو غير السرعة بنفس المسافة دعونا نطبق عمليا في البرنامج نجد بالبداية طبعا استخدمنا الأوبين روبيرتا بلعب الفيلم الخلال الرابط ثم نقوم بفتح اللبنات البرمجية الأكشن نقوم باختيار لبنات الخاصة بالقيادة وهي درايب فوروردز بسرعة مثلا نقول مثلا 50 ودستنس مثلا 30 سنتيمتر فإذا سيتحرك الروبوت بسرعة 50 لمسافة 30 سنتيمتر ثم نقوم باستخدام لبنة الدوران بزاوية وهي تر فنقوم بجعل السرعة مثلا 50 ولكن الزاوية ستكون 45 درجة ثم نستخدم نقوم بعمل دابليكيت بالضغط على زر الفارع الأيمن سيقوم بتكرار نفس اللبنات بنفس الأرقام مجرد أني سأقوم بتغيير اتجاه الريبوت إلى الباكوردز ممكن نجعلها 30 أو 50 كلها صح ممكن يا طالب عزيزي طالب أن تجرب الأرقام حتى ترى التغيير الذي سيحدث على البرمجة فإذا نستخدم ندرايب ترن درايب مرة أخرى دعونا نرى المحاكاة من خلال الضغط على السم نستطيع تغيير الخلفيات من خلال هذه الأيقونة نفترض أني أريد هذه الأيقونة أقوم بحذف المربع الأزرق ثم أضغط على المحاكاة فيقوم برسم الريبوت بهذه الطريقة ونجد أن نفس الشكل قمنا بتطبيقه طيب سؤال آخر كيف نستطيع أن نرسم هذا الشكل بالريبوت؟ لاحظوا سيتحرك للأمام ثم سيستدير ويرسم لي دائرة ثم يتقدم مرة أخرى سنستخدم كالتالي طبعا لبنة الستير باعتبار أنها هي الخاصة بالدوران أو بعمل العطاف للدائري للريبوت سنستخدم لبنة القيادة حتى يتقدم الريبوت للأمام ثم نستخدم لبنة الستير للتوجيه أو هي لبنة بالتوجيه بسنتيمتر نجد أننا وضعنا محرك الأيسر 25 وسرعة المحرك الأيمن 50 فنجد أن الفرق بين السرعة الأيمن والأيسر تقريبا 25 لو قلنا 25 ناقص 25 سوري 50 عفوا 50 ناقص 25 الفرق سيكون 25 والمسافة ستكون هي عبارة عن محيط الدائرة التي نريد أن نقوم برسمها ثم حتى يستكمل الريبوت حركته نقوم بوضع لبنة القيادة حتى يتحرك إلى الأمام بنفس السرعة دعونا نطبق عملياً نقوم أولاً بالضغط على الأكشن أو فئة اللبنات البرمجية الخاصة بفئة الحدث نقوم باختيار الدرايف وهي الخاصة بالقيادة نقوم بتغيير السرعة 50 مثلاً والمسافة نجعلها 30 ثم نقوم بعدها باختيار اللبنة البرمجية الخاصة بالدائرة وهي الاستير فنقوم باختيارها ثم ألساقها في اللبنات البرمجية نجد أن نقوم بوضع السرعة الخاصة بالمحركة الأيسر 25 وسرعة المحركة الأيمن 50 تقريباً ضعفها ونجعل المسافة تقريباً 125 وهي عبارة عن محيط الدائرة ثم نقوم بتكرار اللبنة الخاصة بالقيادة بالضغط على زر الفارع الأيمن ثم duplicate نقوم بلسقها في الأسفل حتى يتحرك ويكمل حركته ثم نقوم بالضغط على زر السم أو الخاص بالمحاكة ونقوم بتشغيل المحاكة حتى نرى هل فعلاً سيتم تنفيذ ما قمنا بفعله نلاحظ أن الفرق إذا كان بين سرعة المحرك الأيسر والأيمن صغيرة سيكون الدائرة ستكون كبيرة بهذه الصورة طيب سؤال ثالث كيف نستطيع أن نرسم هذا الشكل بالريبوت لاحظوا الدائرة هنا أصغر من التدريب السابق فإذا سنستخدم أكيد ريبوت أو لبنة القيادة ثم لبنة استير حتى نقوم برسم الدائرة فنجد أن اللبنة البرمجية ستكون كالتالي أستخدم لبنة القيادة drive distance سنتيمتر ونجعل سرعتها 50 وتتقدم بمسافة طويلة شوي نفترض أنها 100 سنتيمتر ثم نستخدم لبنة التوجيه أو لبنة الاستير لاحظوا هنا لدينا سرعة المحرك الأيسر 10 وسرعة المحرك الأيمن 50 فنجد أن الفرق بين السرعتين أكبر فيجعل الدائرة هذا مما يجعل الدائرة أصغر فنجد الفرق تقريبا 40 بين السرعتين والمسافة تقريبا 60 سنتيمتر فهنا ملاحظة مهمة عندما يكون الفرق بين سرعتين المحركين كبير سيرسم دائرة أصغر والعكس هو صحيح دعونا نطبق عمليا من خلال المقطع لأمامكم نقوم بالضغط على فئة الحدث نقوم باختيار لبنة القيادة نقوم بتحديد السرعة مثلا لنفترض أنها 50 والمسافة 100 لأنني أريد مسافة طويلة على حسب الشكل المطلوب مننا برمجته ثم نقوم باختيار من فئة الحدث لبنة الستير حتى تقوم برسم الدائرة هنا نقوم بتغيير السرعة للمحرك الأيسر نفترض أنها 10 وسرعة الأيمن ستكون 50 والمسافة لنفترض أنها ستكون 60 بعدها نقوم بعمل المحاكاة حتى نرى التغيير الذي قمنا بعمله أو الأوامر التي قمنا ببرمجتها نقوم بتشغيل المحاكاة بهذه الطريقة سنجد أن الريبوت سيتحرك إلى الأمام بمسافة 100 سنتيمتر ثم ينعطف ويرسم دائرة صغيرة لأن الفرق بين سرعتين المحرك أكبر ممتاز طيب كيف يتم حفظ المشروع؟ أحسنتم من خلال قائمة edit نذهب إلى قائمة edit ومن خلال هذه القائمة ستظهر لنا قائمة مسدلة نقوم باختيار حفظ باسم أو save as ستنبثق من نافذة الحفظ حتى نقوم بكتابة اسم البرنامج ثم نقوم بكتابة اسم الخاص بمشروعنا ومن ثم نقوم بالضغط على موافق أو أوكي بهذه الطريقة فعند الضغط على edit نقوم باختيار أمر save as ستظهر لنا عندما قوم باختيار save as سيظهر لنا نافذة يطلب مني أقوم بكتابة اسم الملف أقوم بكتابته ثم أضغط على أوكي حتى أقوم بحفظ المشروع دعونا نطبق عمليا طبعا قبل أساسا قمنا بعمل تسجيل حساب جديد فيخبرنا بأنه نستطيع أن نقوم بحفظ برنامج باستخدام هذا الزر الموجود في أسفل الشاشة حتى أستطيع حفظه بشكل تلقائي من خلال فتحي لصفحة الرابط الموجودة موجود عليها البرنامج دعونا نطبق عمليا هنا أريد مثلا أن أقوم بحفظ المشروع أقوم بالضغط على القائمة edit أختار save as أقوم بكتابة اسم المشروع نفترض أني أريد أن أقوم بكتابته باسم ال four words طبعا إذا قم بكتابة العربي نحول إلى ال English four words مثلا one وأقوم بالضغط على ok فنجد أن الملف يتم حفظه وموجود اسمه في أعلى الصفحة نجد هنا السحابة غير موجودة الخاصة بالحفظ متى تظهر لي إذا قمنا بفتح شاشة المحاكاة نستطيع أن نقوم بحفظ الملف من خلال هذا الزر بشكل أسرع طيب سؤال آخر كيف يتم تحميل المشروع عند اتباع الخطوات أدنى نستطيع أن نقوم بفتح مشروع قمنا بحفظه مسبقا طبعا نذهب إلى قائمة edit ثم نقوم باختيار my programs أو برامجي نقوم بالضغط على الزر الفائر الأيسر على المشروع المطلوب فتحه فيتم فتحه مباشرة فهنا في الصور أمامنا نلاحظ أن من قائمة edit أختار my programs فأقوم بالضغط على البرامج البرنامج أو المشروع الذي قمت بحفظه بالضغط عليه بالزر الفائر الأيسر ثم يتم فتح المشروع مباشرة دعونا نطبق عمليا فنذهب هنا مثل نفترض أني هذا المشروع الذي أريد أن أقوم بفتحه أو قمت بحفظه وأريد أن أقوم بفتحه بهذه الطريقة نذهب طبعا إلى قائمة edit في الأعلى وأختار my programs نجد أن البرامج موجودة التي قمنا بحفظها وجرد أن يقوم بالضغط عليها فيقوم بفتح البرنامج لديه ويقوم بتحميل المشروع على صفحة الويب بهذه الطريقة طبعا استخدام الحاسب يحتاج إلى مهارة عملية مستمرة وممارسة حتى تحصل على الاحترافية والاختصاص في هذا المجال فهو ليس مجرد دراسة نظرية بل بالتدريب العملي نستطيع أن نحصل على المهارة في هذا العلم ماذا؟ طبعا دعونا نأخذ تدريبات بسيطة من خلال حل تدريب واحد الموجود في الكتاب اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح في المكان المحدد واحد open roberta lab هي إحدى لغات البرمجة هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة هل هو يعتبر إحدى لغات البرمجة؟ أحسنتم خطأ هو لا يعتبر إحدى لغات البرمجة دعونا نرى السؤال الثاني ونجد الإجابة موجودة فيه سؤال اتنين تتيح بيئة open roberta lab برمجة الريبوت بطريقة مرئية باستخدام متصفح الويب هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم إجابة صحيحة فإذا البيئة open roberta lab هي تعتبر محاكاة لبرمجة الريبوت وليست إحدى لغات البرمجة طيب ثلاثة تنتمي كل لبنة برمجية إلى فئة معينة ويتم تمييزها بلون محدد لتلك الفئة هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم نعم الإجابة صحيحة لأن نجد أن فئة الحدث موجودة لونها بلون والسنزر والكنترول فجميع اللبنات لها لون خاص ومن خلال فتح اللبنات تظهر لنا الأوامر الخاصة باللبنة البرمجية طيب أربعة يمكنك برمجة سرعة الروبوت ووقته باستخدام لبنة مسافة القيادة بسنتيمتر اللي هي drive distance centimeter نعم أحسنتم بالإجابة خاطئة لأنه السرعة والوقت لا نستطيع تحديدها من خلال هذه القيادة القيادة مجرد أن يقوم بتحريك أو بتحريك الريبوت إلى الأمام أو الخلف طيب خمسة يمكنك للريبوت الريطاف باستخدام المحرك الأيمن أو الأيسر وذلك من خلال لبنة مسافة التوجيه بسنتيمتر اللي هي لبنة الاستير هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ لأن العطافات أحسنتم نعم الإجابة صحيحة العطاف للمحرك باليسار باتجاه اليسار أو اليمين فالتحكم بسرعة للمحركين نستطيع من خلال استخدام لبنة الاستير أن نقوم برسم دائرة أو أي شكل أنا أريد أن أقوم برسمها ماذا تعلمنا في درسنا اليوم؟ تعلمنا كيف نقوم باستخدام لبنة الدوران بزاوية محددة من خلال الزاوية الخاصة بالشكل الـ 45 وأن نستطيع أن نستخدم هذه اللبنات لرسم أي شكل من الأشكال الهندسية إذا كان لدي معلوم الزاوية أو مقدار الزاوية محدد وأيضا تعرفنا على كيف نستطيع التحكم في مقدار الإنعطاف عندما أردنا أن نقوم برسم الدائرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فنجد أن الفرق بين سرعتي المحرك الأيمن والأيسر هي تتحكم في حجم رسم الدائرة ورأينا كيف نستطيع أن نقوم بحفظ المشروع إذا انتهينا من العمل عليه وأيضا نستطيع كيف نقوم بتحميل المشروع الذي قمنا بحفظه مسبقا أشكر لكم حسن متابعتكم طلاب الأعزاء وتمنياتي لكم بالتوفيق وأراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم